من جديد يعود الحديث عن صحة الرئيس الامريكي جو بايدن الى الواجهة في توقيت يخدم مصالح المشككين في قدرته على القيام بمهام الرئاسة الامريكية رسائل اطباء المطمئنة لم تبدد المخاوف من صلاحية قيادة بايدن للولايات المتحدة فمنذ فوزه بترشيه الحزب الديمقراطي لمنافسه الرئيس السابق دونالد ترامب لم يتوقف الجذل حول صحته وهو الذي نجح في اقناع الناخب الامريكي بخبرته ورؤيته السياسية الناتجات عن سنوات خدمته الطويلة لكن هذه الخبرة لم تغمض اعين الناخبين عن كونه اكبر الرؤساء الامريكيين سنا عند استلامه مفاتيح المكتب البيضوي بالبيت الابيض متجاوزا الثمانية والسبعين عاما كيفين اوكونور طبيب الرئيس الامريكي جو بايدن اعلن ازالة ورم جلدي سرطاني صغير من صدر بايدن خلال عملية جراحية اغريت في فبراير الماضي واوضح الطبيب الامريكي ان المنطقة التي ازيل من الورم تعافت بشكل جيد مؤكدا ان الرئيس بايدن لا يحتاج لمزيد من العلاج ويعد سرطان الجلد احد اكثر انواع السرطان شيوعا في الولايات المتحدة ويمكن ان يكون العلاج فعالا للغاية عندما يتم اكتشافه مبكرا التوقيت الزمني لاثارة الحديث عن صحة بايدن يلقي بدلالة قوية ترتبط بعقد انتخابات الرئاسة الامريكية كجرس انذار للناخبين من قبل المرشحين المنافسين لبايدن لعل هذه الاصوات تجد مسارا يغدم تقليل فرص بايدن في خوض غمار الانتخابات الجديدة